يقصد حمزة كل صباح مقر بلدية براقية علّه يحصل على لخصة السياقة البيومترية الخاصة بها يعود بعد فترة خائباً وبيده وسط شهادة التأهيل المؤقتة منتهية صلاحية يقول حمزة أن المشكلة أثر على حياته العملية نخلي الخدمة تايعي ونجي يومياً صباح هنا ما وجد لي برمي بيومتري ما رونو بلاولي هذا يبعد عند هذا وهذا يبعد عند هذا حمزة لسى وحده فقط يوجد أزيد من 200 مواطن في نفس حالة حمزة في بلدية براق فقط جيت سبعة خطرات كل من جي لهنا يا مكاش مكاش كيلي دفعوا شهر وجاهم برمي أنا عندي سبعة شهر كاشي ما حبوش يزيدوني كاشي قال لك جاهم لورد من فوقا ما نزيدوش كاشي ما فهمت جانا كيف يضوك هذه الورقة غير صالحة ما تصوكش بها ما عنديش برمي تقربنا من مصلحة الوثائق البيومترية لبلدية براق للاستفسار فكان الرد بوثيقة من وزارة الداخلية تمنع منح شهادة التأهيل المؤقتة وشكاو عديدة يتلقونها يوميا المشكلة هاداية وقع عندما لحقتنا تعليمة من عند تعليمة تسلسلية من عند الوالي اللي لحقته من عند الوزارة باش نوقفه عملية تمديد رخصة السياقة دوك احنا نعاني ومن المشكلة عن المواطن كي يجي لك هي عينة فقط عن باقي بلدية الجزائر قرارات عطلت مصالح المواطن في انتظار تطبيق عصرانة جهاز الحالة المدنية ولواحق وزارة الداخلية